طيب مولانا في الطرق الصوفية ونحن نقترب تقريبا في مصر من 80 طريقة صوفية رسميا أو يعني 78-80 تقريبا هناك البعض يتساءل أنه ويكون هذا مطروح هذا السؤال أنا أبدأ في الأوراد على الطريقة كذا أو الطريقة الأخرى أنا أبدأ في الذكر بكذا أنا أقوم بعدد كذا أتقرب إلى الله بهذا وذلك ولكن أنتظر أن أعرف أنني مقبول أو أنني قبلت فيكون لي إشارات القبول أذهب لمولانا أسأله كيف أعرف أو أعلم أنني قد قبلت وأن تقربي إلى الله في هذه الفترة قد قبل وأنني من المقبولين في هذا المقام هذا سؤال قد يطرح فيفتح أبواب أخرى أنه لماذا تسأل أو ما هي العلامات التي تجعلك تعرف أنك مقبول وأشياء من هذا القبيل وكثير من الأمور يؤخذ على هذا ما قول الدكتور علي جمعة في هذا؟ علامة واحدة بس تدل على القبول سواء راح الطريقة ولا ما راحش الطريقة وهي المحافظة على الفرائط بس إلا يروحوا محافظة على صلاته خاصة صلاته وأولها صلاته ومن اللي قال لنا الكلام ده سيد؟ هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام محافظة على صلاته يبقى أنا سليم 100% وقبلت مخرف فيها ويوم صلي ويوم صليش وفرد صلي وصلي على صطر وصيب صطر لا يبقى في مشكلة محتاج إلى علاج العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فالصلاة هي المقياس وهي ليه بقى المقياس دعنا صعب أو ربنا الكتب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صعوبة الصلاة على فكرة ما فيش ديانة في الأرض فيها خمس صلاة كل يوم ما فيش ديانة في الأرض بتسجد لله ما فيش ديانة في الأرض إلا المسلمين فهي صعبة أول حاجة عايزة شروط شوفي الزكري مش عايزة شروط أذكر ربنا أنا في العربية وأنام وأقوم وأروح وأجي على طول لكن دي عايزة تتوضي وتروح تستقبلي القبلة وبعد كده تستوري العورة وماش عارف طهارة المكان وطهارة الثياب ودخل الوقت شروط ما ينفعش نصلي في غير الوقت ما ينفعش فالشروط دي خلال صعب نمر اثنين خامسة نمر اثنين كل ليلة يعني في بعض الليانات الكهن هو اللي بيصلي أو رجل الدين أو يعني الظاهب أو يعني كاسم لكن ده لا ده الولاد بيصلي والبنت بيصلي والكبير بيصلي والعجوز بيصلي كله مأمور كله مأمور وكله بيصلي وكل العمر ايه ده صعبة شوية ولذلك العبارة الالهية دي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رخصت كل حاجة الصلاة شأنه العظيم إلا على الخاشعين الخاشع بقى اللي خاشع قلبه لله بنحو التزام بنحو تربية بنحو تدريب بنحو خوف بنحو رجاء أم ده تلاقي الصلاة سهلة عليه السؤال هو أنا مقبول عنده ربنا ولا ربنا غضان علي ولا كذا أحرف منين من الصلاة شوف روحك محافظ على الصلاة انت كده عدت القنطرة ونبقى نتفهم في أي حاجة تانية يقول لي بس فيه زنب كده بعمله وما أناش عارف هتخلص منه وما عليش بس حافظ على الصلاة الصلاة هي اللي هتودهه لك اوعى تؤمر الناس بالمنكر وتقول له يا أخي انت بت والعاسب الله تعالى بتعمل الزنب الفلاني وبتصليه صلتك مش نافعة وقياسا يبقى لنا على من لم تنهاه صلاته عن فشاء المنكر فلا صلاة لك في الثواب مش في الفريضة لا صلاة له في الثواب لأنه مش راضي وعلى كل حال الحديث ده ضعيف بالصياقة دي لكن ما عليش خلينا نشرحه في الثواب يعني صلاته ما بتجيبش الأثر الذي أراده الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعني ما تصلاح ما جابتش الحجاة دي هاي يبقى صلاتك السواب بتاحها بهتان فعايزين نصلح هذا البهتان مش نترك الصالة لازم نؤمر تملي بالمعروف وننهى تملي عن الأنكر فنقول له لا انت راجل بتصلي فما تعملش الزنب فلاني فالصلاة من لي هي المقياس التي تدل على أني مقبول عند الله